اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد لازلنا في فضل السورة سورة الفاتحة وقد ذكرنا في درسنا السابق أموراً مهمة لتلقي التأثير حدوث تأثير سورة الفاتحة الأثر المرجو الذي يحدثنا به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في نصوصهم الشريفة شطر من ذلك نمر به في هذا اليوم المبارك قلنا فيما سبق أن الفاتحة حتى تؤثر أثرها عموماً كلمات القرآن الكريم وكلمات الدعاء التي يجب أن تكون مؤثرة إذا لم نحجب أنفسنا عن تأثيرها بماذا نحجب أنفسنا؟ نحجب أنفسنا بفعل الذنوب بمزاولة مخالفة الله سبحانه وتعالى كل شيء يتأثر بالذنب والحجب تحدث بالذنوب الحجر الأسود الذي نستلمه في الكعبة المشرفة ورد في الروايات أنه كان أبيضاً فاسود من ذنوب الخلق هذه لفتة وإشارة إلى تأثير الذنوب على الأحجار أو على المواد المباركة على الأمور المقدسة القلوب كذلك القلوب تتأثر تتأثر بالمعصية فربما الإنسان بالمعصية تحجب عنه استجابة الدعاء يحرم من صلاة الليل يحرم الرزق يحتاج الإنسان إذا نظف نفسه أولاً من الذنوب يحتاج إلى المعرفة يعني الآيات حري بنا أن نعرف ما يحيط بسورة الفاتحة من معاني من تفسير من تأويل من أمور ترتبط بسورة الفاتحة حتى في فضلها وقفتنا نحن جداً مهمة ما دمنا نتحدث في نطاق روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ويبقى الموضوع المهم جداً الاعتقاد مرات الإنسان يزاول ما يزاول من العبادات وتتحرك شفتاه بما لا يعتقد أو حشق مع الناس عيد تقليد للآخرين لا يمتلك الإنسان الاعتقاد الراسخ بما يقرأ من الدعاء من الآيات الشريفة وبالتالي فهو لا يشعر بها ولا يشعر بأثرها بتاتاً وهنا المشكلة ثم أن لاحظوا الآن راح تلاحظون من خلال الروايات الرواية تتكلم عن القراءة بمعنى التلاوة لأن أنت النص القرآني فرضاً إذا تبي تختم القرآن مثلاً القراءة بالعين لا تكفي لازم نتحرك الشفايف وتحدث صوت إخفاتاً أو جهراً حتى يقولون هذه قراءة للقرآن هذه تلاوة للقرآن الكريم فمع هذه الشرائط يفترض أن تحدث التأثير كما هو موجود في حياة الأولياء والعلماء بغض النظر ترى أنا من أقول أولياء أو كذا بغض النظر عن كونهم رجال دين أو غير رجال دين هذه القضايا صفاء القلوب تنطلق من قلوب العالمين قلوب العارفين والقلوب هي عرش الرحمن سبحانه وتعالى فالاعتقاد مهم جداً وقفنا في الرواية الأخيرة المروية في طب الأئمة عليهم السلام بإسناده عن أحدهم عليهم السلام قال ما قرئت الحمد سبعين مرة إلا سكن وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا شوفوا النقطة شلون المهمة جربوا ولا تشكوا قد ينتقل نحن بالنا من نقول جربوا لأنه لا يجرب إلا الذي يريد أن يستيقن زين الله يقول لإبراهيم قال أولم تؤمن قال شنو ليطمئن قلبي لا هو التجربة ليست فقط لمن عند ريبة في الأمر لا مرات يجرب المتيقن حتى يزداد يقينا يقول فجربوا ولا تشكوا وفيه بالإسناد عن إسماعيل ابن أبي زياد يعني في كتاب طب الأئمة عن الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كسل يعني إذا مرض أصيب بمرض ما أو أصابته عين الآن العين يحتمل الأمرين يعني والظاهر أن أصابته عين في اللفظ يعني العين المؤثرة اللي بدافع الحسد أو غيرها ولها باب في روايات أهل البيت عليهم السلام وتأثير لأننا عندنا في الروايات بأن العين حق يعني العين لها هذا الأثر حتى أذكر في التاريخ أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين برز العباس عليه السلام وكان ملثما وأبدى في العدو ضربات قوية وما كانوا يعرفون من هو فأمير المؤمنين عليه السلام هكذا ينقل في التاريخ قال له ولدي ارجع أخاف أن تصيبك عيون الأعداء فقضية العين موجودة في تراثنا الدين وفي روايات أهل البيت عليهم السلام يقول إذا كسل أو أصابته عين أو صداع شي سوي نحن نفزع إلى الدواء اللي يسمى الدواء هذا اللي موجود بينما روايات أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم تدعونا إلى دواء آخر فيه شفاء لنا بسط يديه هكذا يعني بسط يديه اليدين فقرأ فاتحة الكتاب حفظوها هذه والمعوذتين ثم يمسح بها وجهه فيذهب عنه ما كان يجد زين يعني كان يتداوى من الأمراض بالفاتحة والمعوذتين طبعا أكو بعض الأمراض أو خل نسميها العوارض كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتداوى منها مثل شنو مثل الزكام الزكام في روايات أهل البيت سلام الله عليهم هذا يحتاج إلى تفصيل في محلة أهل البيت عليهم السلام يقولون ما ينزل الزكام إلا لشفاع علة هو في نفسه الزكام لهذا كانوا لا يستشفونه من الزكام يخلون الزكام ياخذ دورته ويأثر تأثيره بالبدن ويقوي بذهابه المناعة زين فالنبي صلى الله عليه وآله نعم طبعا أكو فرق بين الزكام وبين الحمى أما الحمى فلها أدعية مثل دعاء النور مثلا وكذلك الفاتحة راح يبين الآن إن شاء الله وياننا في الكلام إذن هذا الحديث يقول المعوذتين الفاتحة فاتحة الكتاب والمعوذتين يقرأهما بعد أن يبسط كفة أو يديه ثم يمسح بها شنو وجهه الحديث الثامن بالإسناد عن المفضل ابن عمر عن جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام أنه دخل عليه رجل من مواليه وقد وعك وعك يعني الوعك هي نوع من أنواع العلة والمرض وقد وعك وقال له ما لي أراك متغير اللون الإمام يسأله يقول له أنت شفيك يعني لونك متغير فقلت جعلت في ذاك وعك أو وعك وعك شديدا منذ شهر أنا عندي مرض استمر وياي شهر ثم لم تنقلع الحمى عني هنا الكلام عن حمى يعني شنو الحمى اللي هي تصاحب الحرارة المرض الذي يصاحب الحرارة في البدن ثم لم تنقلع الحمى عني وقد عالجت نفسي بكل ما وصفه إلي المترفقون يعني الأطباء عادة المترفق يسمون في مساعد الطبيب سابقا وصفوا لعدة وصفات علاجية ولم ينتفع فلم أنتفع بشيء من ذلك فقال له الصادق عليه السلام شوفوا اللفتة جدا مهمة واسعة المعاني والبركة فقال له الصادق عليه السلام حل أزرار قميصك الثوب القميص هاي الأزرار زين وأدخل رأسك في قميصك أنا هذه أذكر أحد العلماء الكبار في قوم أذكر كان دائما يصفها لمن يجد فيه الحمى وهي مفيدة جدا ونافعة وأدخل رأسك في قميصك وأذن وأقم وأقرأ سورة الفاتحة سبع مرات هنا يتبين أن الأذان والإقامة ليس فقط لنداء الصلاة ونحن نستخدم الأذان والإقامة فقط حتى نجمع الناس للصلاة أولا إحنا وارد عندنا الاستماع استحباب الاستماع الإنصات للأذان وللإقامة ثانيا النصان نص الأذان ونص الإقامة مليئان بالبركة حتى أذكر شفت بعض العلماء الصالحين يصفون الأذان يؤذن بالبيت للرزق مثلا واحد يرفع صوته ما فيها شيء يؤذن بالبيت للرزق حتى أذكر أحد العلماء الأحياء من مراجع النجف الأشرف سئل واحد أجي أنا موجود قاعد قال لا أنا ما أرزق أولاد قال لأذن في بيتك بصوت عالي زين وأمر أهلك شنو بالصلاة هذا من الأمر بالصلاة أنت تأذن راح ترزق أولاد إذا تستمر بهذا إذن الأذان الإقامة الحند مو فقط نصوص روتين إحنا نقرأها في عباداتنا اليومية لا هي واسعة الفائدة والبركة قال لأذن وأقم وأقرأ سورة الحمد سبع مرات ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال نشط من عقال شنو شايفين أنتو هو العقال عموما العقال اللي نسميه العقال اللي يربطون فيه ركبة الناقة أو الجمل زين بعدين لما يحلون فكان الأعراب حتى لا يضيع يخلون على رأسهم زين فحتى من ينحل يقوم هذا الجمل أو الناقة تقوم زين يعني مثل اليوم بالسيارات شلون السايد بريك هذا مثل السايد بريك يصير في الجمل أو في الناقة زين فإذا حلوا هذا العقال ينهض يقول فكأنما نشطت من عقال أنا من سويته شعرت بنشاط يعني الرواية التاسعة وفيه بالإسناد عن سلم بن محرز قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من لم يبرئه سورة الحمد وقل هو الله أحد الآن هذه وصفة جديدة في سلسلة الروايات التي نحن قاعد نمر عليها الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شيء وكل إله شوف أهل البيت سلام الله عليهم يركزون أنه أنتوا ليروح بالكم حين المرض فقط على الدواء اللي تعرفون دواء الموصوف سواء عن أهل البيت سلام الله عليهم أو المجرب من غيرهم زين ليروح بالك الدواء عن أهل البيت عليه السلام له شقين شق هذه الوصفات الواردة عنهم لأنهم استخدموا الطب وهو من خصوصياتهم أمير المؤمنين يصف النبي يقول عنه طبيب دوار بطبه كما أنهم وصفوا الأدوية والعلاجات للشفاء وصفوا الدعاء والآيات والقرآن يقول من لم يبرئه سورة الحمد وقل هو الله أحد لم يبرئه شيء وكل علة تبرئها هاتين السورتين أو في تصحيح يعني هاتان السورتان أدركنا الوقت وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار ترجمة نانسي قنقر